أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في حدود الساعة العاشرة وعشرون دقيقة من مساء يوم الخميس شب حريق مهول في سلاسة سيارات خصوصية كانت ماركونة برحبة بيع الحبوب بجماعة القباب إقليم خنيفرة وأتى الحريق على السيارات بشكل كامل مما أصار موجة من الزعر والهلع في صفوف الساكنة في ظل التأخر الكبير لعناصر الوقاية المدنية الذين التحقوا بمكان الحادث بعد إخماد الحريق ولولا الألطاف الإلهية لوقعت كارثة حقيقية خصوصا والسيارات كانت بالقرب من محلات تجارية تضم قانينات غاز قابلة للانفجار وحتى هذه اللحظة لم يتم معرفة أسباب اندلاع الحريق وبحسب مصدر من عين المكان فقد تم اعتقال الحارس الليلي للرحبة لتعميق البحث معه للكشف عن أسباب الحريق وحيثيات هذه الفاجعة وهناك أخبار تقول أن السيارة التي كانت مركونة بساحة السكن الوظيفي كانت لقائد بمدينة القباب إقليم خنيفرة نتمنى السلامة للجميع ربي يلطف ربي جيب الخير ربي جيب ختم ربي جيد